اشتركوا في القناة 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 بس انت عندك مشكلة برضو المؤجلات الكتيرة اللي هتعمل عليك عب خلال فترة الجاية يعني بقيت اللي معك في الجدول الدوري خلاص احنا فضل ثلاثة عسابيع على الدوري او ثلاثة مباراة خمسة من المباراة المؤجلة يعني اول خمسة لو فوزنا فيهم خلاص الموضوع يبقى محسوم رسمي هي دي طبعا انت جاي بقولك من جهات كبير عصبي وفني وزهني داخل بقى على بطولة انت بتلعب بقى واجلات انت مش ماشي اكل مع الراجل اللي بي نفسك اللي هو خلص ماشات وانت عندك ماشات يعني انت عندك الخميس وبعدين تخش كمان الحد كاس مصر دي حاجة بقى تانية خالص باسلوب مختلف بطريقة مختلفة وبعدين ترجع الخميس اللي بعد يعني الدنيا صعبة وبعدين انت مطالب كمان بحاجة مهمة جدا ان انت لازم ان شاء الله تحسن بدري الدوري ما تستناش بقى لكل العشر مباريات عشان اللعيبة دي يا كريم تقدر انها تاخد فترة راحة لان عشان ما تبقاش فيه تلاحهم والموسم الجديد بقى ما ادركه من الموسم الجديد يا ميسيو فترة راحة انت الدوريات العالم كلها لسه كنا بنقول خلصة وخلصوا علشان ياخدوا فترة راحة عشان المركات وعشان الناس تبدع بوسم جديد زي ما بتقال فرش لكن انت فين الراحة بتاعتك انت قبل بداية النوسم الجديد ما عندكش غير كام يوم هما اللي راحة ده لو انت خدتهم كمان انا انسان معذب مليش في الراحة كلمة راحة اصلا مش متحقق عندنا فيه استشفاء راحة دي للنسبة اللي عيب الكورة اللي انا اعرفه من زمان اللي كان فيه اسبوعين ثلاثة انت راحة سلبية بتاكل وتشرب وتنزل للبحر وعيش حياتك مع أسرتك او مع صحابك ده الطبيعي وموازنك المفروض يزيد عشان لما تخش بعد كده تبدأ فترة اعداد تحرق الكلام ده كله بقى انما انت مفيش خالص انت مش بتلحق تعمل حاجة فدي كمان ابقى على الجهاز الفني والجماعة بتوع البدني والحاجات دي كلها انت مش قادر تعمل برنامج وبعدين عندك حاجة كمان مهمة كأن هوند برضو قالت موضوع المركاتو انت لازم يعني النادي الاهل يحسن بدري عشان يدي فرصة للخمس مباريات اللي بعد كده للصف التاني والنشئين اللي انت بتفكر بقى فيهم هتصعد مين هتطلع مين اعراض مين اللي هيمشي ممكن لو حد جاله عرض مثلا زي حمد فتحي وزي كد ينجر ممكن يمشي هتقدر تجيب البديل او هتخلي حد من اللي طلعين دول ممكن تقدر تشايف فيه ان هو ممكن في المكان ده يسد حتى مثلا التالت في المكان ده يبقى كذا هو جمهور ممكن يبقى له اقول يا كابتل حشيش في مشايان لعب معين من عدم الجمهور ممكن يبقى له اقول يعني لو في حال مثلا تم الاعلان عن اسم لعب معين ان هو من ضمن الراحلين الفترة اللي جايه سواء عارة او رايح مكان تاني الى اخيره والجمهور يبقى شبه مجمع على ان اللعب ده لو مشي هنخسره ويبقى له رؤية معينة في هذا الاطار هل ممكن رؤية الجمهور تعدل قرارات الادارة انا بكلمت المطلق نظام عامي استحالة وخصوصا في النادي الاهلي لان النادي الاهلي مؤسسة وكل واحد له اختصاصه وبعدين بيبقى انت ماسك انت عندك بعض النظر في حاجات معينة يعني بعض الحاجات الجمهور احنا انفعاليين طبع الجمهور عايز يكسب كل المباراة في بعض المباراة مثلا الجمهور يعني التشكيل يعني لو كان نزل فلان ومنزلش فلان لو المدرب المدير الفني والادارة سمعت للكلام ده يبقى الناس هتبقى سلطة انما بتلاقي اللعب ده اللي الجمهور كان معترض عليه بقى بعد مطشين احسن واحد في الفرق جات فترة من الفترات مثلا بيرستاو مثلا لو سمعنا للجمهور من فترات كبيرة كان جيه واصابات ويطلع من الاصابة وشكك وجاد وصفخة نفسها بيرفع ليه دلوقتي الناس بتقول ايه احسن الناس ده كمان ايه ده متقلق كمان مع منتخب بلاد وجنوب الفريق وجب جول لسه موطرنا وجب جول وبقى هايل اسبقى على كده معظم اللعيبة فيه لعيبة كانت بعيدة خالص يعني هقولك على حاجة ايام مسلماني مثلا كان فيه تركيز على 12-13 لعيب اما جيه كولر ادى فرص لناس ما كانتش ظهرة خالص انت شفت الشحات السنة دي عامل ازاي كان فيه بعض الكلام الشحات وما قداش ومع ما دلوقتي من احسن الناس في الفرق هو يمكن اللي يؤخذ على مسلماني الحقي يقول طبعا مدرب يعني لا كتب برضو تاريخ طبعا مدرب مصنفه ولكن وفقا للعيبة فيه فعلا مشكلة كانت ان هو مركز على اسكواد معين وما كانش فيه اعطاء لفرص كانت انا مثلا بشوف دوجت ناظري ناصر ماهر كان من اللعيبة البودلاء لأفشة على سبيل مثال كان جايد جدا ناصر احنا خسرناه يعني فكرة المسلماني كان مصر على رحيله مثلا يعني تركيزه على سكواد معين ده احلك اللعيبة دول نفسهم وادى ان الباقي فعلا ماخدش فرصته ان هو بيبقى موجود في حين او في حالة كان لازم يتم مثلا الاستعانة بحد منهم فديك كانت يمكن النقطة الوحيدة اللي اخذت على هي النقطة الوحيدة بس كانت الحقيقة نقطة مهمة جدا يعني هي نقطة وحيدة بالنسبة له هو جابة بطولات وكل حاجة بس مهمة جدا لان احنا شفنا اثارها بعد كده ايوه كنا متقدمين السنة اللي فاتت في الدورة وفرقين بنقاط فجات المؤجلات نتيجة للاجهاد وان ما فيش الآن سواد معين بتقولي 12-13 واحد فإجهاد فاخسرنا بعض المباراة اللي هي خلتنا نخسر الدورة كذلك بانت في بطولة افريقيا لو شفنا النهائي بتاع السنة اللي فاتت اللعيبة كانت راح هناك هو ده النادي الاهلي اللي شفتيه السنة دي بقى حاجة تانية خالص بكل اللعيبة بتاعته أساسي ويعني مش هو الاحتياطي طبعا يعني السكواد كله او الفريق كله كله عنده نفس المستوى كان هواند أساسي واحتياطي وثبات في المستوى كمان تبقى نحشيش يعني مش تقلق مثلا في المباراة صحيح لا ثبات في التقلق فده نجاز برغم ان برضو كل أول ما جاء الناس قعد تقول ماسك في ورقة وكل شوية يكتبوا وبعدين في البداية ايه بقى هنفضل لغاية امتى كل ماتش غير ثلاثة بتاع الخط الفرود نص الملعب متغير هو الراجل كان عايز يحط ايده على الناس كلها والروتيشن اللي كان بيعمله كان محور حديث نسك في من الجماهين وجيه بقى في الفترة الاخرانية ابتدى الروتيشن ده يقل شوية بشوية شوية بشوية لما حط ايده على العناصر الأساسية في حاجة كمان مهمة قوي تقولر بصراحة وهي أهم حاجة في المدير الفني هو تطوير الأداء بتاع اللعيبة صح صح يعني أنا اللعيب ما يبقاش استنبى واحد شوفنا حمد فتحي مثلا حمد فتحي كان ديفندر وقفه قدام المساكين افتوى الدنيا ما فيش أكثر من كده الديفندرات عندنا ما كانتش عندهم الحتة الهجومية كان عندنا نقص عددي في أوقات كتير يقولي صحيح ما كناش بالروح على الجول ما فيش زيادة عددية ما فيش شوفنا حمد فتحي بيجيب أهداف وبيعمل أسست مش عارف من جوه الثمنتاشر وديونجي باخد الكرة في المساحات وبيروح يعني شوفنا كثير شوفنا لعب خط وسط هو المهاجم الصريح يعني أداء تغير تماما جابه من ناحية اليمين اللعب ناحية الشمال يا جماعة ازاي جيبوا ناحية الشمال ناحية الشمال دي مش حتته لا أبدع في ناحية الشمال واستفاد منه لما بيخش على جو يعني فيه تطوير الأداء آخر حاجة عايزة أقولها برضو فين شوفنا ودي حاجة صعبة جدا بالنسبة للحراسة المرمى آه آه صراحة شوفنا ما أثرنا كلنا يعني يعني ثالث واحد اللي هو مصطفى شوبير بعد الشناوي وعلي لطفي الثالث يلعب نهاية إفريقيا يعني يعني ويبقى بالمستوى الكبير ده ده مش من فراغ برضو يعني مش مسك ومش حر مدرب حراس بس ممضوما ممضوما ناوقفنا بكده في حلقة من كم يوم برضو عند التفصيل دي وكلمنا عنها باستفادة أنا ونها والدي بالمناسبة حذكرت من شوية في مجمل إجابتك على سؤال من الأسئلة بتقول إن طبعا عشان نجاهز للبطولة اللي بعدها وكل بطولة بيبقى لها حساباتها وليها وضعها إلى آخره هو التجهيز بيختلف باختلاف البطولات طبعا إزاي يعني هقول لك على حاجة أنت جاي مثلا تلاعب حرس الحدود المطش اللي جاي زي ما كنت راح تلاعب الوداد في الوداد هناك في المغرب تجهيز نفسي وسيناريوهات بتتحط في المباراة المباراة الكبيرة بقالها كذا سيناريو وتشكيل معين ولو حصل كذا هعمل كذا وخلي عنصر عندي كذا إنما متشاط الدوري بيبقى الضغط أقل شوية خصوصا في حالتك إن أنت برضو يعني عندك فارق من النقاط بزرط بطولة محلية ماتش واحد يمكن وارد فيه تعويض إنما أنت بتروح على مباراة مفاش تعويض الجون محسوب والجون بينقلك لسيناريو تاني خالص فبقى محتاج تجهيز نفسي للعيبة والتجهيز النفسي ده مهم جدا جدا زي الماتش اللي جاي الماتش الجاي بتاع الدوري مختلف شوية مختلف شوية ليه؟ لأن دايما فيه عرف كده بيقول إن دايما الماتشات أو المورات اللي بعد البطولات الكبيرة بتبقى صعبة على اللعيبة غصبا عنه هو جاي من بطولة كبيرة أكبر بطولة في القارة وعمل إنجاز كبير ونازل بقى في الدوري مع فرقة احترمنا الكبير ليها بس يعني متزيلة الجدول وخلاص ينفروسها في البقاء فأعرف يعني الدنيا صوح الحقيقة برضو من أمور المرحوظة في الفترة الأخيرة للنادي الأهلي قايا كانت البطولة حتى لو نتكلم على البطولة المحلية والداولي ده إحنا الاتنين دايما بنقول إيه عندنا ماتش جاي مثلا أسبوع جاي ماتش مهم جدا مع كذا للأمانة برضو متلحظة على عيدة النادي الأهلي اللي مفيش استهتار مفيش استهانة بأي منافع راجع لإيه بقا ما هيو ده التجهيز إن هو حاسس إن الإدارة لا ما عندهاش يظهر في أي حاجة بطولة يعني بطولة ماتش يعني ماتش جمهور كبير قاوة دلوقتي مش مستق يعني يعني مباراة بتاعة الحرس أنا هنازل أكسب عشان عايزة أخلص أخلص الدور الجمهور مش اكتفى بقا بالإفريقيا وهيسمحهم لو حصل حاجة في الدور لا مفيش كلام مانده الدنيا حتى تتقلب فهو كل الكلام ده اللي هي بنازل حتى الموضوع ده في دماغهم كذلك برضو زي بقولك من ضمن التجهيز إن إنتوا يا جماعة عايزين نخلص بدري عشان ندي فرصة وإنتوا ترتاحوا عشان إنتوا كمان عندكوا ماتشات غير النادي الأهلي إنتوا عندكوا كمان المنتخب يعني ودلوقتي النادي الأهلي القوامل المنتخب كله من النادي الأهلي مش مثلا واحد أو اثنين تتكلم على ثمن لعيبة أساسيين في المنتخب فإنت عندك مشوار كبير فمن ضمن الكلام اللي هتقال إحنا عايزين نخلص من المواضيع دي ماتش بماتش بماتش عشان نقدر نرتاح يعني قرع الدوري السوبر إفريقي إن شاء الله شهر سبعة ويعني هيحضرها قبار طبعا يعني القبار عندنا في المنطقة الأهلي والوداد وسانداونز وغيره فرص حضوظ الأهلي من وجهة نظر حضرتك يعني إن شاء الله تبقى إيه؟ دايما حضوظ الأهلي موجود دايما في كل دي حقيقة حتى البعض بيقول لك وأنتوا إزاي كده يعني الناد الأهلي كبير القارة أكبر بطولات تاريخ كبير عينه على لو أعملوا أي مسمى لأي بطولة في إفريقيا هو عينه عليها هو رايح لها هو عايزها بأي سبيل يعني انتفاهم بتجهيزات بتدعيم فرقة بكل حاجة فإن شاء الله أهلي طبعا يعني بقى له حظ كبير في البطولة دي زي إيه بقى القرعة يعني من سوريا كريمة لا أقصد تستكملا للسؤال يعني لو أنت شايف أن ترسل قرعة الأفضل السيناريو الأفضل للأهلي فإيه بقى مع مين؟ بصي أنا لسه يعني مش عارب بالضبط القرعة هتبقى هتتعمل إزاي بس أنا لو هنتكلم على مستوى الفرق يعني لو على مستوى الفرق بصي برضو هرجع تاني أقول النادي الأهلي ما يبصش هو هيبقى في إيه أو هيلعب مين يعني مش مفروض نهتم بالقصة دي خالص نهائي نهائي يعني إحنا فكرة أنت قبل المباراة هنقابل طيب سانداونز ولا هنقابل أنت فاهمت إزاي؟ ولا كان فارق يعني أنا في رأيي مثلا أنا في رأيي أن الوداد كان أصعب من سانداونز رغم أن العلم كله كان عايزك تروح 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 سانداونز لأن المباراة ومتشتهم والنهائي اللي قبله وشمال إفريقيا والدربيات والقصص دي كان أصعب الناس تقول لك لا كواس إن إحنا لا لا خالص وانداونز بالنسبة لنا إحنا لما تجي تشوف الموجهات بتاعتنا ما إحنا الكذبين وأكتر ما هو فهو النادي الأهلي ما بفكرش بقى أمين وهيبقى تجاه في الأوراة أنا لا النادي الأهلي بيشارك دايما في كل البطولات المتاح محليا وإخليميا ودوليا بيشارك في كاس عالم الانديا بيشارك في دوري عبطان إفريقيا بيشارك في دوري محلي شوف ما عد البطولات بقى موريات السوفة لكن اللي عايز أقوله لك إن برضو من الحاجات اللافتة للانتباه جمهور النادي الأهلي مهما كان النادي الأهلي جاي من البطولات المشارك فيها محمل بص مع ذكيمة ميداليات وكؤوس ودروع إلى آخره لكن كله كوم عند جمهور النادي الأهلي وبطولة الدوري كوم طبعا لها خصوصية شديدة ولها معزة شديدة ممكن طبق أنت إن شاء الله واخد كاس العالم للانديا بس داع منك الدوري لأي سبب في عكنانة عند الجمهور إيه السر؟ دايماً إحنا في مصر من زمان يعني يمكن كان في بطولة دوري وبطولة كاس حتى قبل إفريقيا ما كانش على في بطولة دوري وبطولة كاس معروف إن بطولة الدوري دي يعني بتاعت الكبار ليه لأنها مسابقة ممتدة في الموسم كله ومش نكاوت زي الكاس ممكن الصدفة ماتش إنتا مش كويس تخسر بطولة يعني آه هي بطولة كاس بس بطولة الدوري حتى في العالم كله الدوري غير الكاس بطولة إفريقيا أو أوروبا اللي بتخشها عن طريق الدوري غير البطولات الكمفدرالية والحاجات التانية فهو الدوري هو الأساس لأنه هو مشوار كبير طول الموسم والنادي الأهلي طبعاً أكثر نادي حصل على بطولة الدوري عمل إنجازات كبيرة فيها فهو عايز يكمل هو مش عايز البطولة الأساسية في مصر يبقى أنا لا ما ينفعش ما ينفعش أنا دايماً بخش على الأساس وبعد كده خش على الفرعيات يعني مش معاً أخد الكاس وطنش بقى الدورة ما هو النادي الأهلي بطولات 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 يعني صحيح أنا عايز أروح للمنتخب شوية نروح نروح للمنتخب المنتخب سوف أرحنا لعدنا ماتش غينية وماتش ودي جنوب السوداء الوديات على فكرة بتبقى مهمة جداً لأن انت بتدي فرصة وبتعمل إتاحة ليه برضو اكتشاف مش حول المواهب على قد إعطاء فرصة لإثبات الذات بشكل كبير وده برضو إعطاق فيتوريا مركز عليه جداً الفترة دي أنا عايز أسمع منك يعني رؤيتك لأداء المنتخب تحت قيادة روي فيتوريا طبعاً اللي إحنا كنا فيه السنة اللي فاتت ده الشيء غير مسبوق ولا نتمنى أنه يعود مرة تانية أو يعاد مرة تانية لكن أنا فرصي تحت قيادة روي فيتوريا مع العقد اللي بيدي لحد ما استقرار مش حاجة اسمها ماتش وحش أو ماتشين وحشين فأنا هغير المدير الفني مش الكلام ده خلاص كلام ده انتهى تفتكري؟ أنا فاكر حضرتك؟ تفتكر؟ أنا أفتكر لا 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 هقول لحضرتك على حاجة تفتكر؟ ليه أنا أقول كده أولاً؟ لما تم اختيار مدير فني هو دم الحديث عن هذه النقاط قالك أنا مش مستعد أقرر تاني المشهد اللي حصل مع كابتن حسام البدري ومع كابتن إيهاب جلال المشهد اللي أحزن جميع المصريين قيادات وجامهير يعني وعطلنا الحياة فترة جبيرة عطلنا وأثر على المنتخب وإلى آخره ونتمنى تاني زي ما كنت أقول ألا يعاد مرة تانية ده أسائل شكل كرة القدم المصرية نفسها 100% أتفق 100% تصنيف أنا أعتقد أن الوضع من ناحية المدير الفني مش هيكون فيه نفس المشهد مرة تانية ولكن من نسبة للمنتخب ليه بيقال البعض أن عندك اللعيبة اللي هي المحترفة اللعيبة العالمية بتاعتك لا تؤدي يعني كان فيه كده قريت أرتيكل مكتوبة هي أرتيكل فيها نوع من الهجوم اللي ما عجبنيش بس قيلك كده بالضبط قالك هو أنت مثلا ليه رايح بتقول صلاح إدى للمنتخب صلاح لم يحقق شيء للمنتخب دقيل تمام البعض بيقيس يعني أنا مليش دعوة هو محقق إيه بره بلدي أنا عايز أعرف مع منتخب بلدي هو بيحقق لي إيه فعشان كده تم انتقاط بعد اللعيبة إن لم يكن كلهم يعني العالميين عندنا في المنتخب برأي حضرتك إيه فعادة الكلام؟ أنا رأيي طبعا الكلام ده غلط جدا اللعيبة دي حققت حاجات طبعا بره في أنديتها وخصوان طبعا صلاح يعني أحيانا فرقة الكورة مش متوقفش على اللعيبة واحد مش هو الأساس هي مجموعة ومش بس مجموعة مجموعة ملعيبة نظام موجود في الافتحاد الكورة ونظام موجود في المنتخب ونظام إدارة المنتخبات مفيش واحد هيجي كده من بره عشان هو متقلق بره طب هو الراجل متقلق بره عشان فيه منظومة كبيرة بره وفيه هارموني مع فريق بيعيش معاه تقريبا وفيه نظام وفيه موعيد وفيه كذا وفيه تدريب وإنما ما يجي خش بقى في حاجة فيها أنا آسف يعني خلل شفناه السنين اللي فاتت لازم بيبقى الوضع كده فهنجي احنا نسيب ده كله ونمسك بقى اللعيب المحترف بيقدي بره صلاح شفته في ليفربول بيعمله طب وليه خلل ده ما نشتغلش على إصلاحه يعني ليه ما يكونش فيه فترة تجانوس كامية كافية ما بين اللعيب اللي جاية من بره وبين بقية العناصر الموجودة في المنتخب هقول لك حاجة كريمة الفترة اللي فاتت احنا شايفين نتائجها خلال الأوان الأخيرة فشل في المنتخبات كلها ونتائج وحشة جدا جدا على مستوى الناشئين وبالتالي هيبقى على مستوى الفرقة الكبيرة لأن الناشئين اللي هم الشباب والناشئين دول هم القوام للمنتخب الكبير فأنت كان عندك خلال الفترة اللي فاتت عدم انتظام في الهيئة أو المؤسسة اللي مسكة الكورة في مصر اللي جان لجان 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 كل واحد بفكره كل لجنة تيجي تقول اللجنة اللي قابلي كذا كذا واللي بعده ييجي فالقصة دي ما تديش استقرار ما تديش خطة لمدة خمس سنين أنا ببتدي فيها النهاردة وبس عليها أننا نعملها لا ده كل واحد بيجي بفكر معين أنا جبت كريم النهاردة هيمسك منتخب مصر اللجنة اللي بعده جات لا كريم ده ما بص يا عم ده غالب المطش اللي ما يمشي هات فلان حسام البادري طيب اللي بعده يجي لا ده ما يشيل وعليه يشيل كمان مدربين المنتخبات اللي هم يعني ما فيش كرة ما فيهاش من يوم وليلة كرة فيها مدى ما احنا بدأنا بقى لسه نهواند بتقول خلاص الراجل جي وعمل عقد وبتوريا وخلاص وخد بقى صلاحية أن هو يعمل لغاية كاس عالم ستة وعشرين والحقيقة الراجل ماشي أنا شافه بخطة سابتة يعني في بعض الناس بتاعتب عليه في حتة أو يعني على المنظومة نفسها إنهم عايزين بقى فرق أقوى شوية عشان نشوف احنا وقفين فين من الفرق دي وده مش كلام منطقي برضو كلام منطقي طبعا بس يمكن هو الراجل هو طبعا لغاية دلوقتي بحق العلامة الكاملة في النتاج المبارية هو يمكن يعني مثلا أنا مضيب ناسكو تقعد مستقمن المبارية الأخيرة بتاع جنوب السودان محترامي ليهم يعني إن فيش خبرات ما فيه يعني يمكن تقسيمك هتهتبقى أقوى من كده بس هو يمكن عمل دي عشان حاطت في دماغه إن كان فيه ماتش قبلها بلعب فيه العناصر الأساسية وعايز يشوف مجموعة من اللعيبة كتير يعني هو حطت الفرقة كلها في ماتش جنوب السودان عشان أنا عارف إن هو أو متوقع إن هو عايز ينزل بمتوسط الأعمار بتاع اللعيبة تحسبا بقى لأن تتكلم على ستة وعشرين طب هو بيجاوب على تساؤلات الناس على الأسئلة اللي بتتبادل الأزهال الناس كتير وخصوصا للأسئلة اللي تبدو منطقية منها من عينة اللي هادك بتتكلم عليه اللي هو قوة الفرق اللي انت بتلعب معها ماتشات ودية عشان ده المحك الحقيقي والمقياس الصح لقدراتك من عدمها أنا معاك يا كريم بس إحنا عندنا مشكلة برضو في مصر يعني ممكن ظهرت في بعض المؤتمرات الصحفية يعني إن مفيش حد يعني فيه ناس أفاضل كتير وناس محترمة كتير بس أي حد بخش يسأل كريم أي حاجة في أي حاجة يخرج كريم عن شعوره تحس إن انت مش عايز تتكلم في حاجة صح اسأله على أسئلة كده يعني يعني أو ممكن يعني منفعش أن أدخل أسألك في حاجة إيه أنت لعبت ده ليه يعني أنت فاهم إزاي؟ أكتر حاجة ممكن تدائي المدير فأنت لو أنت كنت عايش معنا وانت شايف الفرقة بتاعتي عاملة إزاي؟ حضرت التمرينات معنا عارف فكري إيه اللي أنا عايز أعمل يا بعض الأسئلة كمان فاكرة حديثة المؤتمر الصحفي كان لك مارسر كولر وكان أحد اللعيبة بيسأله باللغة الإنجليزية أو هي مش لغة إنجليزية هي لغة لسه ما اكتشفها لا يمش مفهومة يعني هو طريق مش مفهومة لي حتى فحاجة كارثية يعني أنا عندي دو أنا مش ضليع في لغة ما أتكلم عربي ويتم الترجمة عشان منظري كصحافة مصرية عيب يعني أنا مش عايز إن أنا أبقى بهذا الشكل أقول بص للناس بتي مش عارفة تسأل سؤال شغلتك إنك تسأل إعلامي شغني إن أنا سأل فلازم أبقى عارفة أنا بسأل بقولي طبعا المشاهد صعبة كولر ما بيكلمش عربي ما بيكلمش عربي وجايبين له مترجمة عشان كده طب إنت ما بتتكلمش إنجليزي فيعني عشان كده تتكلم عربي والراجل حيترجم لك ولها مش أتدائي الحاجات دي على فكرة تبدو رفايع بسهبة رفايع دي كفيلة بتشويه شكل منظومة كاملة الراجل كان قاعد يعني مش عملي يضحك شوية ويعني مش قادر طبعا يعني مش شاهد غير مصبوخة يعني عارف الأجانب برضو ما بيبوش زي أنا لو عكاست الموضوع كنت هتلاقي الضحك للركب لو عكاست عشان كده أنا بقولك يعني مفيش حد متخصص بيقعد يتكلم يعني مش لازم كمان أجيب 15 واحد مجيب ثلاثة ناس من الناس عندنا ناس محترمة جدا وفهمة هتتكلم في لوب الموضوع هتتكلم استراتيجية جاية عاملة ازاي طب انت حضرتك نوي على ايه اللي انت مخططه مراحل اللي جاية المراحل اللي جاية دي لغات مثلا سنتين جايين فيها مراحل متأسمة ازاي اشتغلت على تطوير اللعيبة بعد الشكل الملحوظ اللي انت شايفه من العناصر اللي موجودة اللي انت محتاجه من اتحاد الكورة الفترة اللي جاية اللي انت بتفكر فيه يعني للدرجات دي فيه اكتر من مؤتمر اتعمل في هذا الاطار ومفيش سؤال واحد يوحد ربنا عليه الايه ما تسأل هايجي يقوله ايه احنا شايفين ان جنوب السودان ضعيفة جدا جدا والمفروض ما كنتش عملت مالش ازاي ده اتقالت قرية دي سؤال استفزازي مش دي الاسئلة اللي احنا عايزينها ايه بعيدا عن ان هو يتسئل في مؤتمر او ما يتسئلش هو مش المفروض يبقى فيه كل فترة طبعا حتى من باب الشفافية اليوم في المئة طبعا انا راجل مسؤول عن ملف معين طبعا من غير ما حد يحاكمني ولا حاسبني انا من نفسي لازم اعرف الناس انا بشتغل عارف لي كمان عشان ما سيبش الناس اللي من نوعات اللي احنا قلناها تجتهد وادخلنا في حتة تانية وادخل الناس لان للأسف برضو فيه يعني الطبقة معانة او الناس معانة بتأثر قوي بالكلام بتاع الميديا فاتدخلوا في حتة تانية لا ده انا بقى واضح مع الناس واطلع اقول للمرحلة الجاية انا عندي واحد اين تاتة اربعة والمفروض انها تكون متحددة احنا محتاجين على فكرة يعني بالمناسبة نعرف الوديات اللي جاية لو فيه ايه هي لفيتوريا يعني وانت الغرض منها ايه او التدرج هيبقى ازاي عشان ايه وهل فيه عناصر كذا ولا انت خلاص اكتفيت مثلا بالعناصر دي عشان تقدر تعمل نوع من انواع التركيز للمرحلة اللي جاية هدفك في الامم الافريقية اللي جاية هي اقرب حاجة لك مثلا يعني ايه انت رايح مثلا مرحلة تدريبية لتصفيات كاس العالم او لكاس العالم بعد كده عشان ما يبقاش وجودنا بس او اشتركنا بس في كاس عالم ولا انت ناوي ان انت تبقى لك دور في كاس عالم كمان عارفك بتنحشيش مع فرق الامثلة زي ما تكون انت مثلا جايب راجل مهندس شاطر عشان يبني لك مبنى معين مش انت كصاحب المبنى كل فترة او تانية بتروح تشقر بتعمل ايه وهتعمل ايه اللي جاي التشقير ده بقى بيحصل ازاي ايه قليته في المنظومة الكروية المفروض يبقى فيه تنسيق من اتحاد الكورة مع ادارة المنتخبات ان فيه اجتماع كل مثلا فترة معينة مثلا كل اسبوعين اطلع اتكلم احكي الدنيا عملت ايه اللي انت عملته في اللي فات ونتيجته ايه بالنسبة لك وايه التخطيط لللي جاي واجيب مجموعة من الناس اللي بقولك يعني يبقى منتقاء او مختارة يبقى اللي عندهم اسئلة فعلا ومش عيب ان انا اقعد مع الناس الصحفين اللي هو الرجل المسؤول على المنتخبات يا جماعة انتوا حابين تسألوا في ايه احنا ممكن نوصل الكلام ده او انتبقوا قاعدين واحنا هنسأل او يعني عشان بس الموضوع ما تشعبش وتلاقي مثلا الاجتماع اخد مثلا نص ساعة تلتة اربعة اسئلة ما لهاش اي لازمة فما اطلعناش بحاجة واخد بالك ازاي فلازم بقى في نوع من نوع التنسيق مع الراجل يعني ان شاء الله خير الفترة اللي جاي او طبعا للمنتخب المصري مشكرك جدا ان كتنحشيش نورتنا كالعيدة بجد الله وان شاء الله تشوفك على خير قريب حضرتك معنا واكيد شكر موصول لحضراتكم مشاهدينا بكل مكان على حس المتابعة ان شاء الله تشوفكم على خير بكرة بإذن الله سلام عليكم اشتركوا في القناة